السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازايكم عاملين ايه النهاردة هنبدأ مع بعض ان شاء الله حلقات كونكت بلس سنة تالت ابتدائي هنبدأ في يونت ون منزلين النهاردة من الكتاب اللي نزل اللي هو ماي نيو فرند لحد ما هنشوف هنزل من التباهر ولا ستبق اهد على حسب الكتاب اللي هلاقيه متعافر اكتر هو اللي هشتغل منه لانه بيبقى مع معظم الناس واتمنى لو الحلقة عجبتكم منعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معي في القناة وهسيب لكم الرابط بتاع الفيسبوك بتاعي بتاع الجروب في الوصفة تحت عشان لو حبيتوا تتواصلوا معي بطريقة اسهل او اسرع هنبتدي باول تلاتة لسن وان وطو وثري وهناخد الكراءة بتاعتها والكلمات بتاعتها وهنا نقرأ الدرس مع بعض في حدث رياضي كبير يعني بيقول لنا ان في رياضيين كتيرة من مدارس مختلفة موجودين في المنافسة دي هم لابسين احمر ازرق اخضر واسود في مسابقات في الجري والقفز والرمي انا شايفها احد بينط اللي هي النطة الطويلة انا بعتقد ان الرياضي اللي لابس احمر هو اللي هيفوز نبدأ بقلك كلمات بتاعتنا وهي كلمات كتيرة شوية بس دول خدوا بالك ان هم اول تلات دروس نقدر يعني نقسمهم على اسبوع او اسبوعين شوف انتو بتقسموا اليونت بتاعكم ازاي اول حاجة كلمة تراك اللي هو المسار او الممر اللي بيبقى فيه اللاجاري سبورتس ايفنت يعني حدث رياضي لوتس اوف يعني كثيرا من اصليت يعني لاعب رياضي ديفرانت يعني مختلف سكول يعني مدرسة كومبيت يعني يتنافس كومبيتت اللي هي في الباست بتاعها الأبد لها كومبيتات دي بس اللي هي نافز كومبيتات يعني مسابئة هاو فار يعني كام المسافة هاو فاست يعني كام السرعة هاو هاي يعني كام للارتفاع و Hai يعني مين y يعني ليه اللي هي لماذا what يعني ما او ماذا 肺 يعني اعلى وهايست يعني الاعلى فاستر يعني اسرع وthemه فاستس يعني الاسرع هنا يعني يلبس او يرتدي الباست بتاعهPower.رن يعني يجري الباست بتاعه them. loomp يعني not الباست بتاعه jumped where zoo يعني يرمي ترور بردو يعني يرمي في الباست بس بنختلف بحرف القب تبقى ig Andalls يعني فاز وأوiner يعني الفائز. إي سباك سباك يعني ace وماجرد يعني اس في الباست MIDDLE يعني مدالية يعني يعني ملعب او ساحة اللي احنا كنا حفزانها قبل كده حق اللي هي كمان بتيجي بمعنى ملعب او ساحة. آآ يعني ابعد يعني الابعد. آآ يعني الوثب العالي اللي هي النطة الطويلة اللي هي النطة العالية للفوق اللي هو بيمسكوا عصوية كده وينطوا عليها من فوق اللي هو البثب الطويل اللي هي النطة اللي بيمط الأعلى مسافة اللي قدام يعني مسير يعني يعني يأتي في المرتبة الثانية يعني هيطلعك تانية يعني يدعم الصديق يعني يعني بيحاول بأقصى حاجة عنده يبذل جهد كبير يعني يتمرن يعني الوالدين يعني يتمرن يتمرن قبل ما يبتدي اللعبة تمام آآ رانر يعني آآ عداء etricid يعني مسجل وrecorded يعني س correикالي يعني بعد كده معناه easy يعني سهل complicated يعني صعب T-shirt يعني t-shirt here يعني اسمع zd يعني نسبة think يعني اعتقد او يفكر post betont distance يعني مسافة tired يعني تعبان healthy يعني صحي worried about يعني ال end بخصوص حاجة معينة seconds يعني سواني رادي تو يعني مستعد ان هو يعمل حاجة معينة جاهز يعني سناك اللي هي الوجبة الخفيفة اللي هي بتبقى بين الوجبات دي مونت يعني شهر دي كده الكلمات بتاعت اول تلاتة لسنز ويلا هنبتدي نخش على الشرح وقرائة الدروس هنا السؤال ده مدينا زي قطعة كده بيقول لنا ريد اند سيركل يعني مدينا اختيارين باللون اللازرق هنعمل على واحد فيهم سيركل هي دي الاجابة الصحيحة بيقول لنا انا النهاردة في حدث رياضي مع ماما واخوية من اللي بيجري الرياضيين ولا المدليات طبعا الاسليت الرياضيين بيقول لنا ايه هو اللي بيبلغ يعني 800 متر حوالين الساحة او الملعب طبعا التراك اللي هي الساحة الجارية يعني ايه هو اللي شايق السباء ولا الرمي طبعا السباء بيقول لنا ان الرياضيين بيجروا بسرعة جدا يعني انا بتمنى ان وليد هو اللي يكسب النهاردة طبعا يفوز يعني وينز اوكي في مصابق رمي ايضا انت المفروض ترمي الكرة على ابعد حاجة تقدرها طبعا يرمي يعني بيقول لنا تلاتة متر ده يعني السباق كويس ولا مسافة كويسة نحن نرمي الكورة على بعدها طبعا ديستانس يعني مسافة مسافة كويسة بيقول لنا ان في حد هو اللي بيقيس ان حدفة الكورة بتاعت الرياضين طبعا يعني ايس يعني ميجرس اوكي اه ذات اصلية كومبيتد ولا ميجرد ان اسبورت ايفنت اند وون هذا اللاعب او هذا الرياضي عمل في الحدث الرياضي ده وكسب طبعا كومبيتد اللي هو تنافس في الحدث وكسب معنا هنا قادس غنوني جدا واللي هي بيقول لنا ان لايك طبعا لايك وتصرفها اللي هو لايك ولايكس لما بيجي وراها فيرب تاني بيبقى الفرب ده في اي ان جي تعالوا نقرأ كده بيقول لنا what sports events do you like اي الاحداث الرياضية اللي انت بتحبهم في ولد رد قال i like throwing انا بحب الرمي البنت التانية اللي قاعدة هناك قالت i like jumping او الولد اللي بينط ده i like jumping انا بحب النط تحت واحد قال i like playing انا بحب اللعب والبنت اللي بتقرأ قالت i like reading انا بحب الكروة ناخد بالنا هنا من like وراها throwing jumping playing reading يبقى اول ما اشوف like على طول احط الفرب في ing ما ننسهاش يا شطر ويه عندنا اول درس في الجرامر في اليونت ده واللي هو زمن المستقبل بسيط وهو من اسهل الازمنة اللي ممكن ناخدها او نذاكرها بسيط جدا ويلا نبتدي الشرح مع بعض. اول حاجة عايزاكوا تاخدوا بالكم منها في الزمن ده كلمة اللي هي معناها سوف. دي بنستخدمها في كل الزمن. يعني ايه في كل الزمن? يعني اجي كون جملة هستخدم لما اجي انفي هستخدم لما اجي اعمل سؤال هستخدم لما اجي اعمل سؤال بهل هستخدم لما اجي 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 وبيس او ان هو هستخدم فعشان كده انا بقول لكم ان هي سهلة جدا. اول حاجة انا اخدها معنا اللي هي تكونت الجملة واللي هي بتكون من الفاعل بيجي وراها ويل وندم فيه ويل وشفناها يبقى يجي وراها في الانفانة فاضي ما فيوش اي اضافات ناخد جزء جزء كده اتفقنا يعني الفاعل الفاعل بيبقى يا اسم يا ضمير الاسم اللي هي الاسمية الصريحة علي مها نوها اي حاجة اه بعد كده الضمير اللي هو الضمير اللي احنا واخدناها اي شيء اتوي وزي واللزيز في المستقبل ده انه بتيجي مع كل الفاعل يعني بتجي مع المفرد الجامع وبتيجي مع الضمير كلها يعني مسلا ناخد نقول مسلا انا سوف اأكل انا سوف اسافر انا سوف انام ناخدها باي تصريف تاني مسلا اه هما يتفرجوا على التلفزيون يبقى خدنا اه تكوينة الجمل بويل وكل التصريفات بتيجي مع الويل ناخد كمان اه يعني اكزامبل عليه اسامي ماي سوف تغني العصفور سوف يطير القطر هيغادر اوكي يبقى التكوين بتاعه بيجي اي فاعل مفرد او جامع اسم او ضمير بيجي وراء طيب لو عايزين نعمل سؤال بهل احنا اتفقنا ان انا ما عنديش سؤال بهل بس كل زمن بجيب الفعل المساعد بتاعه وهو اللي بسأل به بهل هنا ايه هو الفعل المساعد بتاعي اللي هي باخدها احطها في الاول وبقى كده سؤال بهل يبقى هتيجي في الاول وبعد كده الفعل اللي احنا اتفقنا ان هو اسم او ضمير بعد كده بيجي وراء الفرب في الانفينتف وكمل بقية الجملة يعني مثلا لما قلت اي ويل ايت لو عايزة اعملها سؤال بقى هقول ايه هجيب ويل في الاول واناخد بالنا ان اي في السؤال بتتحول ليو يبقى هقول ايه ويل يو ايت هو انت هتاكل ناخد بالنا من موضوع اي ويل يو دي لما بلاقي اي في الجملة واجي اعمل سؤال بتتحول ليو طيب لما جيت قلت he will sleep طب لما اجي اعملها سؤال هقول ايه will he sleep لما قلت ازاي will watch tv يبقى ايه will they watch tv كده انا عملت سؤال بهل طيب ازاي اجاوب بيس ونو على السؤال بهل اول حاجة نحط كده يعني سؤال في قدامنا ونجاوب عليه يعني مثلا لما قلت ايه will they watch tv طيب الاجابة بيس ونو بتبقى في ثلاث طرق اول حاجة بنحط يس ونو تاني حاجة بنشقلب في الثالث حاجة لو الاجابة بنو بنحط نو في الاخر يعني مثلا لما قل لي will they watch tv وعايز اجاوب بيس يبقى اول حاجة حطها يس تاني حاجة هشقلب هشقلب مين will واللي وراها اللي هي will they هتبقى ايه they will يبقى ايه they will كده خلصت الاجابة طب تالت نقطة دي بحطها امتى لما تكون الاجابة بنو يعني لو قلت no هقول no وبرده عشقلب هتبقى no they want will بنفيها اللي هي will not بتساوي want الاختصار بتاعها تمام وده كده كان شرح بسيط وسهل وسريع لزمن المستقبل واخدنا عليه اسئلة وهنحل عليه التمارين كمان شوية في السؤال هنا بيقول لنا read and complete هنكمل بwill اللي هي سوفة وانت اللي هي مش سوفة طيب اول حاجة بيقول لنا نقطة فارس هو فارس كسب السباق طبعا ده سؤال والسؤال بيبدأ بويل اميرة نقطة get a medal اميرة ايه حصلت على المدالية she didn't jump high هي ما نطتش عالي يبقى ما كسبتش يبقى want مش هتحصل على المدالية لان هي ما نطتش عالي number three بيقول لنا they want the competition they not be happy هما كسبوا المسابقة يبقى هما هيكونوا فرحانين يبقى will be happy will be جوارها الفربي فوالي بي ده اللي هو فربي تو بي اللي هم ام واس وار ما ينفعش اقول they will are لا ار برجعها لاصلها اللي هي بي number four بيقول لنا يوسف three races today يوسف جري ثلاث سباقات النهاردة he not be tired هو هيبقى تعبان يبقى he will be tired هو سوف يكون متعب there are lots of good slates here في هنا كثيرة من الرياضيين الجايدين it not be easy to win هيكون مش هيكون سهل ان احنا نكسب يعني ما يكون ناس كتيرة شاطرين قوي تبقى المنافسة صعبة يبقى مش هيبقى من السهل ان احنا نكسب يبقى it won't be easy to win مش هيبقى حاجة سهلة للفوز اخر واحدة بيقول لنا نقط دينا enter the throwing computation يعني هي دينا دخلة المسابقة بتاعة الرمي او القصف يبقى السؤال بيبدأ بويل اوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واخر سؤال اللي هو هي جنب كان هاي هاو يبقى هاو هاي كان هي جنب قد ايه هو قدر ينط وطبعا رد قال هي كان جنب وان متر يعني هو نط اه على ارتفاع واحد متر اوكي هنا بيقول لنا complete with t-shirt هو t-shirt يعني t-shirt هو يعني مين بيكون وان اللي هو فاز ويفنت يعني حدث نمبر وان بيقول لنا there is a biggest portis نقط يوجد حدث رياضي كبير يبقى ايفنت اوكي نمبر تو بيقول لنا هو لابس ايه احمر طبعا اللي بيتلبس فوق هو t-shirt نمبر صلي بيقول لنا يعني هو ايه في المسابقة طبعا هو فاز في المسابقة يبقى هي وونز ونمبر فور بيقول لنا نقط ايزي توين يبقى hit want bi لان ايه في المصدر المصدر عندنا فوق اللي هي كلمة بي يكون مش هيبقى سهل للفوز ونمبر فاي بيقول لنا نقط وزا فاستست مين هو الاسرع يبقى who was the fastest اوكي. يلا بهنا نحل سؤال الاندولاين بيقول لنا جنبة نقط زان دانا يبقى ايه ندم فيه كلمة زان يبقى اختار الصفة اللي فيها يبقى 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 طبعا لما بنسأل عن المسافة يبقى يعني قد المسافة اللي هو نطها هو ايه المسابقة سوف ايه طبعا بيجي وراها الفعل في المصدر فاضي مفوش اي اضافات يبقى احنا ايه? اه تمارين كتيرة طبعا كلمة بتيجي مع كلمة دو فعلة ودو بتيجي مع الحاجات اللي ما بتتمسكش التمارين احنا مش بلمسكها واحنا بنتمرة تاخد دو اماميك بتيجي مع الحاجات اللي بتمسكها في ادينا انا اه كنت بسخل مع شاحبي او بحمي نفسي يعني في المسافة باطمرا يعني بتأهل يبقى اوكي اه رغمي جانبت زي نقط ايه فار ولا فارزست ولا فارزر ايه طبعا ندم في زي يبقى اخطار اللي فيها زي ما اتفقنا يبقى رغمي جانبت زي ايه يبقى رغمي جانبت زي هو نط الابعد السؤال نمبر فايف بيقول لنا ومدينا اول صورة فيها سباق يبقى هي بتجري في السباق نمبر تو بيقول لنا اللي هي النطة الطويلة اوكي طبعا كبير نوم ما بقتش القطعة صح وغلط بقت اسئلة واجابات طيب نقراها مع بعض بيقول لنا احمد ايمن احمد ايمن اتولد في الجيزة سنة 1980 هو دكتور هو بيشتغل في مستشفى في اسوان ناخد بالنا انه هو اتولد في الجيزة لكنه بيشتغل في اسوان يعني يعيش في اسوان هو بيحب شغل انته جدا هو بيحب يساعد الناس الفقيرة هو كل يوم بيفحص المرضى هو متزوج وعنده ثلاث اطفال زوجة احمد تكون ربة منزل يعني ما بتشتغلش هو بيسافر الكاهرة كل شهر هو بيزور اصدقائه هناك اول سؤال بيقول لنا يعني احمد اتولد فين اول حاجة لازم نكون حافظين كلمات اللي استفهموا معنيها تاني حاجة ناخد بالنا ان احنا من السؤال بنعرف هو عايز ايه يعني وير عايز المكان بعرف ان اختار المكان واشتوب وير يبقى هاشتوب وير وهبدل احمد وز بورن هو تولد فين وناخد بالنا ان السؤال هنا بوير مش بوين يعني اختار المكان مش الزمن اللي تولد فيه يبقى احمد وز بورن السؤال اللي ورابي يقول لنا هي مراته بتشتغل فين هنا عندنا اجاب تاني اما هنقول شي ازا هاوس وايف يعني هي ربة منزل اما هنشتوب الوير والدز ونقول مراته بتشتغل في البيت اوكي اه نمبر سي بيقول لنا احمد احمد بيعمل الي المرضى وبيديهم ادوية طبعا يعني هو بيفحص المرضى مش لكس لان لكس عشان تبقى بيع تاني بيها تبقى لكس افطر ما عنديش افطر يعني بيعلم وهو مش بيعلم نمبر فور بيقول لنا يوجد كام شخص في عيلة احمد هنا ناخد بالنا ان احنا بنجمع افراد العيلة كلها يعني هجمع احمد وزوجته واولاده التلاتة يبقى كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة اتمنى يكون الشرح افادكم وعجبكم ياريت لو عجبنا ما ننساش نعمل اللايك وشير وسبسكرايب للقناة لو انت جديد معي وهسيب لكم في الوصف الرابط بتاع الجروب بتاع الفيسبوك بتاعي واشوفكم في حلقة جديدة ويلا باي باي اشتركوا في القناة